مشاهدين الكرام ننتقل لما حضرتكم الآن لنقل فعاليات جلسة مجلس الأمن للوضع في غزة الملاجئ ونحاول دعم المخابز المتبقية وأعتقد أن برنامج الأغذية العالمي يفعل الأمر نفسه ويقدم هذه المساعدة نحن نوصل كذلك الأدوية والمعدات الطبية ونساعد على نقل المرضى كما أننا نوزع سلات أدوات النظافة الشخصية وأدوات التنظيف والخيم والشوادر والملاءات وسواها ولكن كل هذه المساعدات ليست كافية نظرا لحجم الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات والمقتضين في هذه الأماكن الموحلة والضيقة وبالتالي إذا ما أردنا أن يحصل سكان غزة على كمية من المساعدات الإنسانية تكفيهم وهي ما يستحقونها لابد من اتخاذ خطوات ملحة بداية يجب أن نكون قادرين على إيصال وتوزيع المساعدات بشكل آمن وهذا يعني أننا بحاجة إلى تحسين الضمانات الأمنية ويجب أن نتمكن من التعويل على نزع فتيل التصعيد ثانيا نحن بحاجة إلى تدفقات منتظمة من المساعدات فالعمليات الإنسانية لسيما في ظروف مماثلة كما رأينا في غزة بحاجة إلى الانتظام في إيصالها فيجب أن يعرف الأشخاص أنهم سيحصلون بشكل منتظم على المواد الغذائية مثلا وأخيرا نحن بحاجة إلى وصول سريع ومن دون عوائق ويجب أن نكون قادرين على الدخول إلى غزة من خلال عدة نقاط من مصر ومن إسرائيل فذلك سيسمح بتجنب نقاط الاقتصاص وعنق الزجاجة وسيسرع إيصال المساعدات ونحن حاليا نواجه مشكلة في الرفض دخول الكثير من هذه المساعدات إلى غزة هذا الرفض من جانب إسرائيل لأسباب غير واضحة وغير متصقة بنسبة إلينا وكما نعرف إن الشاحنة بكاملها تعد ويرفض إدخالها إذا ما كانت تحتوي على بعض المواد يجب أن نتمكن من الوصول إلى المدنيين الذين يحتاجون المساعدة في كل مناطق غزة حاليا إن وصولنا إلى خان يونس والوسط وجمال غزة معدوم أحد زملائي في طريقه للقيام بتقييم ثاني في الشمال في هذا الوقت بالذات جيمي مكولدريك نائب المناصق الخاص والمناصق الإنساني يبدل جهودا لزيادة العمليات في المناطق الحساسة وجيمي شخص عملي جدا ويملك خبرة طويلة في العمليات الإنسانية كان يعمل معي منذ ثلاثين عاما وهو يتعامل مع هذه المواضيع بشكل عملي جدا ولذلك هو قادر على وضع خطط وتقدم بطلبات اللجنة بالاستناد إلى خبرته الطويلة وهو لا يطلب المستحيل هو يقود الجهود لزيادة العمليات في المناطق الأكثر حاجة وقد عرب لي في الأيام الأخيرة عن خلقه إذا نجاحنا أو عدم نجاحنا في الاستجابة إلى الحاجات التي يفترض بنا أن نستجيب لها خصوصا إذا ما حلفنا الحظ وتم التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المزيد من المساعدات وقد وجهنا صعوبات كذلك في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم وسيجريد تعمل كذلك على اللية لتحسين وتحليل وتسريع دخول الشاحنات من الخارج إلى غزة معظم المجتمع الإنساني بما في ذلك وكلات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر تتعاون لضمان وصول المساعدات بأسرع فرصة إلى من يحتاجها ولن يفاجئكم أن تعرفوا أن القلب النابض لكل هذه الجهود هو الأنروا ولن يفاجئكم إن قلت إن الأنروا قد أمنت الملجأ والمياه والغذاء والمساعدات الطبية وكل ذلك في الوقت الذي كان موظفو الأنروا يتعرضون للقتل والإصابة والتهجير لقد روعني أن أسمع أن بعض موظفي الأنروا يزعم أنهم قد شاركوا في الاعتداء على إسرائيل في السابع من أكتوبر لقد شاهدت الشريطة المسجل وهذه الادعاءات كما سمعنا البارحة من الأمين العام هي قيد التحقيق حاليا ويتم النظر فيها بشكل معمق ويسرني أن أشير إلى أنني قد تحدثت مع فيليب لازاريني ومع آخرين وأكدوا لي أن الأنروا قد اتخذت خطوات حثيثة وهم قد بدأوا بالتحقيق في هذه المزعين ولكن خدمات الأنروا المنقذة للأرواح كما أكد كثير وكما أكد الكثير من الدول الأعضاء البارحة لثلاثة أرباع سكان غزة يجب أن لا تتعرض للخطر بسبب الأفعال المزعومة التي قام بها بعض الأفراد فإن أي وقف لهذه الخدمات لن يكون متناسبا وكذلك فإن الدعم الأنروا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقال لما نتحدث عن الضفة الغربية لأن غزة اليوم هي في محور هذه المأساة الفضيعة إذن ترويدنا شواغل كثيرة بشأن تفاقم الوضع في الضفة الغربية كما في لبنان والأردن وسوريا ومن المؤسف أن نرى أن الخطبات الصغيرة التي لاحظناها والتي ناقشناها في الجلسة المغلقة حول سوريا منذ بضعة أيام معرضة للخطر اليوم بسبب هذه الأحداث بصريح العبارة وبكل بساطة إن استجابتنا الإنسانية إذا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الرهن بشكل كامل بقدرة أو بتمويل الأنروا بشكل ملائم وبقدرتها على العمل وأؤكد لكم أننا لن نألوى جهدا لكي نحقق ذلك ولكي يتحقق ذلك بشكل يحترم مبادئ الحياد ومع تقديم ضمناط إلى كل الأطراف المعنية إن الأنروا تطلع بدور حيوي في التوزيع والتخزين وفي شؤون اللوجستية والموارد البشرية وهناك ثلاثة ألاف موظف يستجبون إلى الأزمة الحالية نائب المنصق الإنساني لغزة هو مدير أونروا في غزة وقد اخترناه لأنه على بينا كاملة مما يحصل وهو قادر على الإطلاع بهذا الدور بشكل كامل ولكن بالطبع نأمل أن يتتخذ القرارات اللازمة لتوفير الأموال التي تحتاجها الأنروا السيد الرئيسة ختاما أكرر دعوة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك بحماية المدنيين والبنى التحتية التي يعاولون عليها فلابد من حماية المستشفيات والموظفين الطبيين والمرضى ومن المذهل أن نرى في الأيام والأشهر الأخيرة كيف أن المؤسسات الصحية ليس فقط في غزة وليس فقط في الأراضي المحتلة ولكن في مختلف عنحاء العالم كيف أن هذه المؤسسات الطبية قد تحولت إلى هدف وكذلك الأمر بالنسبة إلى العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لذلك أكرر دعوتي إلى الإفراج الفوري عن كل الرهائن وقد التقيت بهم وبأسرهم وإذن أدعو إلى الإفراج عنهم بشكل غير مشروط وبمعاملتهم بشكل إنساني ولا يسعني أن أختم إلا بتكرار نداء الأمين العام إلى وقف إنساني لإطلاق النار لكي نبدأ اشتركوا في القناة